الإنباريح سيد رئيس عبد الفتاح السيسي التقى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردون والشيخ محباب الزايد النهيان ولي عهد أبو ظبي وسيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراقي اللقاء تناول منقشة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربعة في كل المجالات خلونا نقرأ هذه القمة بتفصيل مع دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام اللي منورنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك دكتور أهلا بك سيد محمد وسيد زمين أهلا بك فاندم قمة مهمة مهمة جدا وفي توقيت غاية في الأهمية قرأت حضرتك اللي أهمية هذه القمة نعم زي ما أنت أشرت سيد محمد هي قمة مهمة في التوقيت وفي الدلالات وفي التدعيات من حيث التوقيت تأتي في سياق التحرقات العربية التي تقودها مصر باعتبار أن مصر هي قاطرة العمل العرب المشترك في مواجهة التحديات المتزايدة يعني العالم الآن يشعر تطورات خطيرة أزمات عالمية لها ارتدادات ونعكسات على منطقة الشرق الأوسط سواء في جانبها الاقتصادي أو السياسي أو حتى الاستراتيج وبالتالي من المهمة هنا أن تكون هناك موقف عربي ورؤية عربية موحدة للتعامل مع هذه التحديات وهذه الأزمات العالمية على الأقل لتجنيب المنطقة العربية يعني أي ارتدادات أو أي اهتزازات أو أي تدعيات سلبية في الأبعاد المختلفة الأمر الثاني أنها تأتي في سياق الجهود المستمرة حقيقة لمصر في اهتمامها بالدائرة العربية لأن الدائرة العربية والتعاون العربي وفي قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية وتأتي في سياق التحركات المصرية للم الشامل العربي لتعزيز التضامن العربي للحفاظ على النظام الإقليم العربي ودعم العلاقات العربية البينية أولا ثم تعزيز هذه العلاقات فيما تعلق به الجوانب التنمية فيما تعلق به الجوانب الاقتصادية بما يعود بالنفع بالطبع على شعوب المنطقة المصر الثاني وهو الموجهة التحديات سواء داخل الإقليم أو خارج الإقليم لأن منطقة الشرق الأوسط هي في قلب العالم يعني شهدت حدث كثيرة تطورات مهمة هناك بعض الأزمات والصراعات في المنطقة بعد الضالة العربية هناك تحديات خارجية وبالتالي في كل هذه الأجواء هنا تبرز أهمية هذه القمة باعتبار أنها الهدف الأساسي منها هو بالورط موقف عربي وتوحيد الجهود العربية وتعزيز التنصيق والتشاور العربي للتعاون مع كل هذه التهديدات والتحديات والأزمات نهجي بينتهجه الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا يعني تعودنا عليه معاه يأما إجراء قمة معربية مصغرة يأما إجراء لقاءات ثنائية مع القادة العرب لبحث أمور كتير والاتفاق عليها ولتقريب وجهات النظر نقدر نقول إزاي شفنا ده في هذه الاجتماعات يعني في الواقع أن القمة الربعية هي أحد أليات دائما التي انتجها الرئيس السيسي في فكرة أليات التشاور السياسي سواء الأليات السنائية مع قادة وزعماء عرب أو الأليات السلسية كما رأينا من قبل الأليات السلسية المعروفة الأردن، العراق، مصر ثم هناك الأليات الربعية هي تأتي في صياق ما ينطلق عليه القلب الصلب في المنطقة العربية يعني مصر تمثل القلب الصلب، هناك دول عربية أيضا تمثل القلب الصلب، الأمارات العربية المتحدة، المنطقة العربية السعودية، دولة الكويت، الأردن، المنطقة الأردنية، وغيرها من الدول التي يمكن لها أن تشكل ما يسمى الصمام الأمان للأمن القوام العربي للتحديات العربية الرئيس السلسية دائما حريص على أليت التشاور المباشرة مع الرؤساء يعني ولقاء شقائه وأخواته من الزعماء والملوك والرؤساء العرب دائما يعني رأينا زيارة الشهر الماضي إلى المنطقة العربية السعودية وأيضا بعدها للأمارات رأينا لقاء مع ولي أهدى بوظابي الشيخ محمد بن زايد منذ أيام في شرم الشيخ أيضا لقاءاته المستمرة مع شقائه رئيس عبداليستة بون من قبل كلها بتعكس حقيقة أن مصر تسعى إلى أن تحافظ على الأمن العربي على النظام العربي على أليت التعاون العربي هذه الألية على الأقل تمثل ما يسمى الألية المفتوحة لضم زعماء عرب أخرين ودول عربية أخرى بحيث مثلا أليت التعاون السلاسي المصري العراق الأردني يمكن أن تكون نواة لتجمعات عربية تكتل عربي أكبر كل هذا في إطار مواجهة التحديات ومواجهة الأزمات وكما أشرنا العالم الآن به ظروف خطيرة تطورات مهمة لا نعكسات على كل دول العالم في ظل هذه التوترات إزاي ممكن يكون أو التوافق العربي على مجمل هذه القضايا التنسيق العربي في كافة المجالات ممكن أن نعكس على تخفيف حدة أثار ما يحدث من الأزمة الروسية الأوكرانية في الواقع أن مواجهة هذه التحديات يمكن أن يكون على أكثر من المصار المصار الأول هو تعظيم التعاون العربي العربي يعني التعاون الاقتصادي العربي ببحث الحفاظ على الأمن القوم العربي بشكل متعدد يعني الأمن الاقتصادي الأمن الغذائي أمن الطاقة العربي الدول العربية لديها من الإمكانيات والموارد والقدرات التي تمكنها من تقليل على أقل فكرة الاعتماد على الآخر أو على خارج المنطقة وهذا يساهم فيه تخفيف أثار هذه الأزمات التي نراها ولها ارتدات على المنطقة هذا أحد العامل العامل أيضا هو التنسيق العربي في بلورة السياسات للتعامل في التفاوض مع القوى الكبرى في التعاون مع التكتلات الأخرى لتعظيم المصالح العربية ثم هناك الألية الثالثة وهو العمل المشترك على يعني إطفاء أو تسوية المصادر التهديد العربية الأزمات العربية بعد الصراعات وبعض الأزمات في إطار البيت العربي والدور العربي كل هذا يمكن من تأكيد القوى العربية الدور العربي أن يكون العرب مكانة ووضع أفضل تفاوضا وأفضل فيما يتعلق بتحقيق المصالح العربية والمكاسب العربية ومن ثم تقليل المكاسب السائر الناجمة عن هذه التحديات التأكيد الدائم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقارب وجهة النظر بين جميع الدول العربية يعني إحنا عندنا القمة الربعية بالإضافة لإتصال هدفي أجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع وليل عهد السعودي إحنا يعني شايفين حركة على مختلف البلدان العربية يعني بالطبع لإتصال هدفي بين الرئيس السيسي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تؤكد دائما وقوف مصر دائما لجانب المملكة العربية السعودية وهو قولا وفعلا وأن مصر دائما تحمي وتعزز وتدعم الأمن القوم السعود وترفض أي تهديدات خارجية للمملكة العربية السعودية كما هو الحال أيضا في دول الخليج يعني مقولة أن أمن الخليج هو جزء من الأمن القوم المصري هي مقولة حقيقية ترجمت على الأرض الواقع أن مصر تعتبر أي تهديد لدول المنطقة دول الخليج أمملكة العربية السعودية تمثل تهديد الأمن القوم المصر وبالتالي هذه التحركات هي بتحكس دائما أن في ظل بيئات مضطربة وظل تحديات خارجية هنا يبرز أهمية ومسؤولية الدولة الأكبر والدولة الشقيقة وهي مصر التي تقوم به أولا بتحقيق التنسيق العربي دعم التضامن العربي تحقيق بيسمى الترابط والتكامل العربي على مسارات مختلفة المسارة الاقتصاد يعني رأينا مثلا العلاقات العربية العربية شهر طفر اقتصادية سواء تعاون الاقتصادي لمصر السعودي هناك رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية و2030 في مصر هناك يعني تفعيل وتعظيم حجم الإسماعات المشتركة هناك أيضا ما بين مصر والإمارات وبالتالي هذه العلاقات السنائية تمثل دفعة ودعما قويا للتعاون العربي بشكل عام لأن التعاون العربي بشكل عام يعني واجهة بعض التحديات والأزمات نتيجة لبعض الظروف التي مر بها العالم العربي في العقد الأخير وبالتالي هنا الرهان هو على ما يسمى دول القلب الصلب في تحقيق تنمية في تحقيق التعاون في التنسيق لمواجهة هذه التحديات والتدخلات الخارجية وتقليل أثار التهديدات الخارجية على المنطقة العربية عظيم هو تقارب سياسي بيتبعه بالتأكيد علاقات اقتصادية قوية زي ما حضرتك ذكرت وشامل جديد زي ما حضرتك ذكرت برضو من العلاقات ما بين مصر والأردن والعراق إزاي ده ممكن ينعكس مش على التالئة الدول فقط لا على البلدان العربية ككل هو بينعكس في نهاية المطاف على الشعب العربية طبعا يعني الهدف من تحركات السياسية الخارجية حتى المصرية هو في نهاية المطاف أن تنعكس إجابا على التنمية في الداخ وعلى الاقتصاد المصر يعني دعم العلاقات العربية يعزز التنمية في الداخ لأنه يعني مزيد من الاستثمارات المشتركة والدعم المشترك في نهاية المطاف سيعود بالنافع على المواطن المصري ويلمسوا في حياته اليومية لأن مصر الآن لديها تجربة اقتصادية ناجحة يمنى الدول القلائل في العالم التي حققت نموا إيجابيا يعني وساهم البرنامج للصحة الاقتصاد في تحييد أو تقليل التدعيات السلبية العالمية على الاقتصاد المصري هناك مجالات وعيدة للإستثمار في محور التنمية في قناة السويس العصامة الإدارية غيرها من المشروعات بمعنى آخر البيئة المصرية بيئة وعيدة وجاذبة للإستثمارات الخارجية ومنها للإستثمارات العربية الإستثمارات العربية تمثل ركزة مهمة يعني مثلا الإمارات ثاني أكبر شريك لمصر أيضا من العربات السعودية كل هذا بينعكس في نهاية المطاف على الشعوب العربية على الدول العربية على دعم الأمن القوم العربي لأن تحقيق صمام الأمن العربي ودعم الألقات العربية هو أكبر مناعة وتحصين للمجتمع العربي والدول العربية والنظام الإقليمي العربي كالكل ضد التهديدات الخارجية وتأثيرات النبيع من خارج الإقليم يعني هناك تدخلات إقليمية في المنطق هناك أزمات عالمية الآن لها ارتدادات هناك حالة من الاستقطاب العالمي غير المسبوك حقيقة وبدأت تلقي بزلالها على كل عالم كله ومن هنا كان لابد من أن يكون هناك دورا ورؤية عربية موحدة ومتنصقة بين الدول العربية تقودها مصر مع الدول القلب الصلب للتعامل مع كل هذه التهديدات وبالتالي دعم العلقات العربية في نهاية المطاف سيعزز من التنمية في الدول العربية هذا سنعكس على كل مواطن العرب نعكس على المواطن المصري وأعتقد أن دائما أن جزء دائما من لقاءات الرئيس السيئسي دائما هو فكرة الاقتصاد دائما فتح يعني التقاء برجال كبرات برجال الأعمال بشركات الكبرى بفتح ملفات الاقتصادية بمعنى آخر دبلوماسية التنمية يعني أن تنعكس السياسة الخارجية وعلاقات مصر الجيدة دبلوماسية التنمية وعلاقات الرئيس السيئسي القوية تنعكس إجابانا على المواطن المصري وعلى التنمية في الداخل وهو حقيقة ما بدأ نحصد يعني نجني صمار يعني رأينا في الفترات الماضية يعني هناك يعني تنافس دولي وإقليمي وعربي على التنافس السمرات في مصر رأينا مثلا مجموعة فيش جراد هناك التحالفات السلسية والسلسائية التحالف السلسي اليوناني المصري الكبروسي التحالف السلسي العربي العراقي الأردني المصري والذي يمكن أن ينضم إلى دول أخرى تمثل نواة لتعاون عربي أشمل يعني عكس في نهاية المطاف على المواطن العربي وعلى تعزيز أمن الدول العربية الأمر الثاني أن دعم الاقتصاد ودائما التشبكات الاقتصادية ما يتحقق دائما العلاقات القوية بالدول العربية هي دائما يعني بتعزز العلاقات سواء على مستوى الدول على مستوى الشعبي مستوى الشعوب كما أنها أيضا تساهم في مواجهة التحديات لأن تحسين المستوى التنمية العربي والشعوب العربية سيجفف بيئة الصراعات من ناحية بيئة التوترات بيئة الإرهاب بيئة الفقر والهجر غير الشرعية كلها وبالتالي هنا المصارات المتكاملة والمتوازية تنصيق عربي لمواجهة التحديات قليات التشهر السياسي المباشر ثم التعاون في التنمية كل هذا يمثل ما يسمى المعارك المتكاملة والمتوازية معرقة التنمية مع معرقة مواجهة التحديات وبالتالي منها طبعا الدحتيات الإرهاب أو التحديات الخارجية النبعة من الأزمات العالمية أكيد الأيام الجاية نتوقع أنه يعني مع التقارب اللي احنا شايفينه المصري العربي في مختلف اتجاهات نتوقع لقاءات أخرى صنائية أو لقاءات قد تكون جماعية لمزيد من التفاهم أو لمزيد من الاتفاقات يعني هذه القمة وقدت قبل فترة من إنعقد القمة العربية وأنا أعتقد وهدف في الأساس أيضا أحد أهداف هذه القمة الربعية هو تهيئة الأجواء العربية لعقد القمة العربية المقبلة في الجزائر بما يحافظ على دعم الدول العربية عودة الدول العربية إلى بيتها العربي دولة مثل سوريا أو دعم التعاون بين الدول العربية وأعتقد أن سنشهد في فترة المقبلة لقاءات مهمة سواء المستوى السنائي أو المستوى السلاسي أو المستوى الرباعي كلها بتعكس في إطار الجهود المصرية في تعزيز الدائرة العربية لأن مصر حريص على تعزيز على قطاع العربية على دعم الشعوب العربية على الدفاع عن القضايا العربية وده بين عكس بالنهاية على أنه يكون فيه موقف عربي موحد تجاه الكثير من القضايا الدولية طبعا هذه نقطة مهمة لأن وجود موقف عربي وموقف مهم يعني قضية مهمة لعدة اعتبرات الاعتبر الأول أن الموقف العربي سيساهم في تعزيم موقف الوحدة العربية والتفاوض العربي تجاه الأزمات أو تجاه القضايا العالمية هذا يمكن من أن يكون هناك موقف عربي بالحفاظ على القضايا ودعم القضايا الجوهرية مثل أمن الطاقة والأمن الغذائي لأن هناك تأثيرات سلبية للأزمات العالمية على المنطقة العربية هذا التنسيق العربي سيمثل أهمية كبيرة وبالتالي يعظم من المصالح العربية تجاهها الآخر الأمر الثاني أن الموقف العربي أيضا في دعم القضايا العربية قضايا الفلسطينية قضايا موجات الإرهاب قضايا مختلفة كلها أيضا بتؤكد أن قوت موقف عربي بيعني تأثير أكبر للجانب العربي سواء في المحيط الإقليمي في التعامل مع العزمات العربية أو حتى على مستوى الدولي وفي حالة الاستقطاب الحالية بما يعظم المصالح العربية وكل ده في البداية احنا بمهد عشان القمة العربية زيما حضرتك ذكرت أنها تخرج بالشكل المناسب ليليق بحجم الدول العربية وما كانتها في العالم كله حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا في سياق كلامك وهي الموارد كل دولة في الدول العربية لديها من الموارد الكثير إزاي ممكن نستغل هذه الموارد في عمل تعاون اقتصادي مشترك ما بين الدول بحيث أن يكون فيه تبادل لهذه الموارد واستغلال لهذه الموارد لصالح شعوب المنطقة العربية يعني دائما المنطقة العربية تعد من أغنى المناطق العالم في الموارد الطبعية على سواء الموارد النفطية أو الموارد الطبعية البشرية أو الزراعية أو غيرها كانت هناك مشكلة في السابق وفكرة تغياب الإراضات العربية أو ربما عقبات وكثيرة تحول دون التجارة العربية لأن الاقتصاد هو الذي يقود السياسة والأمر الثاني أن الآن هناك إراضة عربية حقيقية يعني إراضة مصرية الرئيس السيسي هذه إراضة وضحة في تعزيز التعاون العربي هذا يمثل أهمية هناك أيضا إراضة عربية من جانب دول العربية في ملالك العربية السعودية في العبرات العربية المتحدة هذا يمثل أهمية كبيرة التعاون الاقتصادي دائما يقوم على فكرة الميزة النسبي التكامل وليس التنافس بمعنى أن كل دولة العربية لديها موارد معينة قد لا تقوم بالضرورة متوفرة للدولة الأخرى وهنا تبرز فكرة التكامل وليس التنافس التقليد الذي يؤدي إلى ربما التباعد الاقتصاد لكن التعاون الاقتصادي هو دائما يقوم على فكرة المصالح العالم كله الآن يتاجه إلى المصالح المشترك منهج المصلحة والمنهج الذي تدهجه مصر في التعامل مع دائرة العربية والدائرة الإفريقية يعني لديها حتى مع إفريقيا فكرة المصارح المشتركة فكرة الاستثمارات المتبادلة ماذا ستقدم كل دولة للدولة الأخرى مصر لديها الآن بيئة استثمارية وعيدة لديها مشروعات قومية عملاقة لديها فرص للإستثمار لديها بيئة من الاستقرار السياسي والأمني التي تمثل بيئة جاذبة للإستثمارات العربية المالية والإستثمارات المشتركة هذه ميزة نسبية دول مصر هناك دول عربية أيضا لديها الأموال والإستثمارات تبحث عن مكان الاستثمار. هناك أيضا مجالات الربط الكهربية مثلا بين العراق وبين الأردن وبين مصر. هناك تعاون متعدد أعتقد أن في ظل الوجود للأراضي السياسية ستمثل نقطة مهمة في دفع هذا التعاون وترجمته لتعاون حقيقي. ربما مختلف عن ما كان يحدث فيه السابق. هل هذا ممكن يعد في الفترة القادمة استخدام مصر كحلقة وصل للاستثمار من جانب العربي تجاه أفريقيا. يعني نقدر نقول إن استثمارات عربية تمر من خلال مصر لأفريقيا بصفة عامة. نعم هذه نقطة مهمة لأن مصر أصبحت حلقة وصل ليس فقط بين العرب والدول الأفريقية ولكن بين العالم وبين أفريقيا. يعني رأينا القمة الأفريقية الأوروبية الأخير. كانت مصر دائما حلقة الوصل أو ما بين أوروبا من ناحية وما بين العالم العربي من ناحية أخرى. رأينا قمة مثلا القمة الصينية الأفريقية، القمة اليابانية العالم كله يتنافس على أفريكي وبالتالي هنا مصر تعطي أيضاً أولوية للجانب العربي أن الجانب العربي يقع جزء منه في أفريكي يعني أفريكيا تشمل الدول العربية تشمل أيضاً في أفريكيا وبالتالي هناك خواصة مشتركة هناك الجهرافية هناك الجوار المباشر هناك الموارد المتعددة هناك الإرادة هناك حتى تشابه الاقتصادات وتجارب التنمية كل هذا يمثل عوامل نجاح كبيرة مهمة بين الدول العربية والدول الأفريقية وأعتقد أن مصر قدمت نموذجا في التعاون مع أفريقيا عودة أفريقيا، التقارب، المصالح المشتركة هذا أيضا حفز وشجع الدول العربية الأخرى خاصة دول الخليجية إلى الاستثمارات في أفريقيا لأن في نهاية المطاف المصلحة الجميع يكون هناك التعاون اقتصادي على الأقل ليعود بالشافة على الشعوب وفي نفس الوقت سيقلل من أثار الأزمات الاقتصادية العالمية التي دائما ما تكون لها ارتدادات على كل دول العالم أكيد سعدنا بوجود حضرتك معنا الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهراب شكرا جزيلا لوجود حضرتك وشكرا لتوضيحك كثير من الأمور شكرا لك يا فهدر